هل الدعوة لما يبتدل بعض فيه بعض التصريحات خلال الأيام القليلة الماضية من مسؤولين أمنيين سابقين وحاليين سنستخدم السلاح إذا ما استخدم المتظاهرون السلاح لكن سنستخدم السلاح هذه التهديدات أحيانا بتأخذ على أنها تمثل انتهاكا لأن استخدام السلاح في المطلق البعض حيقول إزاي وأنا في حدود لاستخدام السلاح اللي هو بيسموها التناسبية هل استخدامك للسلاح يناسب الموقف أم لا بدأ البعض ياخد هذه العنوين سنستخدم السلاح ضد المتظاهرين ويضخمها على اعتبار أنه الأمن سيمارس عمليات قتل جماعية هو التصريح جي في سياق معين التصريح جاء ردا على أن هذه التظاهرات بناء على المنظمين والدعين لهذه التظاهرة أنها تظاهرات مسلحة وأنها ثورة إسلامية في يوم 28 نوفمبر وباعتبار اللي بيرد على هذا التصريح هي الجهات الشرطية المكلفة بإنفاذ القوانين وبحفظ الأمن من الطبيعة أن ترد على هذه الدعوة بأننا ما دمنا أمام تظاهرة مسلحة تحمل السلاح فسوف لن نتقاعس عن حماية أفراد الشرطة والمجتمع والمنشئات والمواطنين من استخدام السلاح ولو كانت هذه الدعوة على إطلاقها بصورة مجردة أن بس الشرطة بتقولها لاستخدم السلاح ما كان ساد وزير الداخلية والمساعدين وقطاحه الإنسان يدعو منظمات حقوقية بالأمس 12 منظمة عشان يتكلم معاهم في كيف نساعد الشرطة باعتبارنا حقوقيين فأن تنفذ القانون بالطريقة التي تتناسب معها مش القانون بس الاتفاقيات والمواثيق الدولية يعني هم لو كانت الشرطة حابة تعمل هي عوزاة بصورة مجردة كده عشان نمسك أي حاجة عليهم وخلاص كانت الناس عامل لكن لماذا دعموا نظمات حقوقية للحديث وتكلمنا في التناسبية وتكلمنا في الاتفاقيات الموقع عليها مصر وقال لنا إيه هي الخطة الأمنية لها تقوم موجودة فأنا لابد إيه أهم التساؤلات هذا البعض سألوا أنه يعني هل سيكون هناك تعامل عنيف وتعامل بالأسلحة مع المتظاهرين أم لا حدود الخطة الأمنية إيه توقعه لسيناريوهات الموقف إيه هو سيد الوزير بالأمس تكلم حوالي أربعين ديئة يعني أطلعنا على الموقف تطوراته يعني دي تاني مرة إحنا نجتمع على فترة قريبة يعني في أحداث يعني بتبقى شوية مهمة بيدعونا وبيتناقش معنا فيما سيتم أو فيما تم إحنا بالنسبة لنا مبارح إدانا فكرة عن 28 نوفمبر وإدانا فكرة عن مجموعة طبيعة الخلايا اللي بيتم الأبضى عليها وطبعا إحنا كان أول يعني بصراحة أنا كمواطن مش كحقوق كان أول مرة سمع الكلام ده طبيعة الخلايا طبيعة المتهمين في داكاترة في مهندسين الأداء بتاحهم القلاب الهيكلية ليه بتتعامل يعني حاجات معلومات طبعا إحنا ما كانش عندنا فكرة حتى ما بنتابعهاش في الصحب وبعد كده قال إنه أنا أمام دعوة مسلحة عندي ناس هتحمل السلاح وإنتوا حقوقيين وأنا عارف إن أنتوا أول ما يحصل حاجة أنتوا أول ناس هتتكلموا هتكلموني عن التناسبية وهتكلموني عن استخدام السلاح واستخدام المفرد إلى آخر أنا بقول لكم قادر وضعه وأنا بقول لكم إن إحنا مهمتنا الأولى حماية المجتمع وحماية أفرادنا وحماية المنشآت عاوزين نحافظ على أمن المجتمع بطريقة ما نديش فرصة لحد أن يمسك علينا حاجة وإحنا كلمنا قلنا له إن فيه اتفاقية خاصة بالجهات الشرطية المكلفة بإنفاذ القولين يعملوا إيه وأعوز أقول لحضرتك يعني إحنا مش بناتدعي بطولة لكن فكرة الممر الآمن كان حد يسمع عليها قبل أحداث ربع مش دي كان التوصية من توصيات المنظمات الحقوقية والتأكيد عليها طول عمرنا كلما نشوف تعامل مع التظاهرات محدش كان يسمع عن إيه هو الممر الآمن وحمايته والحفاظ عليه وتحديده واختار المتظاهرين في الميكروفون فهذه اللقاءات بتبقى مهمة لأنه إحنا ما نقدرش ندل نصائح عاملية لأن إحنا ما بنشتغلش في الشرط لكن نقدر نقول حفاظا على صورة الشرطة وتقديرا لدورها يجب أن تراعي أن الشرطة لا تتعامل إلا من خلال قانون ينظم عملها وفي اتفاقيات دولية مصر موقع عليها بتلزم الجهات الشرطية بأن تراعي الحدود الدنيا والمعايير المحددة لمواجهة مثل هذا العنف إحنا عندنا مشكلة أساسية أن الدعوة هي دعوة عنف أن الدعوة هي دعوة تحريحة هي مش تظاهرة سلمية هي لو تظاهرة سلمية ما كناش جينا وتكلم النهاردة لأن من حقهم أن هم تظاهروا سلمية ويجوبوا الشوارع لو عزين تبقى للقانون التظاهر حتى لو معترضين عليه أو متحفظين عليه وتبقى للقانون المصري يجب أن تكون التظاهرة سلمية حتى تمتد إليها الحماية اللي موجودة فيه لاتفاقات الدولية الخاصة بحلسان لكن هذه التظاهرة هم قالوا أنها مش سلمية فالشرطة تريد أن تواجه هذا وتحفظ للمجتمع أمنه بطريقة لا تترك الفرصة لا منظمات خارجية ولا منظمات داخلية أن تنتقد الشرطة في أداءها عشان هو عارف هو قال لنا أنتوا لازم تعرفوا الدور اللي احنا بنقوم بيه وتقدروه وتعرفوا قد إيه إحنا بنتعب ومش عاوزين نكون بنعمل حاجة يعني في النهاية حاجة إيجابية وانلاقيها في الآخر أنتوا بتنتقدوها واتكلمنا في النظرية التنسبية وقال أنا مع النظرية التسلق التنسبية يعني استخدام السلاح بما يناسب الموقف يعني يمكن أن تطلق رصاصا على قدمي إمتى تطلق الرصاص بشكل عنيف إمتى تتعامل أتعامل إزاي ولو أصيب أعمل إيه قال كل ده إحنا بنعمله لكن أنا عندي على الأقل في هامش من الموضوع إنتوا حضراتكم بتباعدين بتابعوا في التلفزيون لكن أنا ظابط ميداني موجود هجمه اثنين أو ثلاثة بسلاح دمعة سلاح هيقعد يقدر الموقف إزاي ويقصوا بالمصفر قال أنتوا بتتكلموا وأنتوا عاديين بتفرجوا لكن أنا عندي ظابط ميداني وعندي فرض شرطة موجود إحنا ما عندناش تعمد على حاجة إحنا كل اللي إحنا بنحاول نعمله إن أنا ترك المعتدي بسلاحه هيئز الشرطة ويئز المعدة ويئز المنشآت فأنا التنسبية إحنا عارفين وإحنا ما عندناش تعمد يعني ما فيش في نيتنا أن إحنا ننزل ونصف الناس لكن هو قال أنا بقول لكم إذا تم استخدام السلاح أنا هبقى أمام حل إن أنا في النهاية حتى لو استخدمت الوسائل الأولية الغاز والمياه وإلى آخره هيبقى عندي حل لو استخدم السلاح هنستخدم السلاح تناسبية إحنا بنرعيها وملتزمين بها حتى في التصريحه اللي طلعت كده إن إحنا ملتزمين مش بس بالاتفاقات مش بالقالون المصري ترجمة نانسي قنع